ودعت رعية الروم الكاثوليك في الصلط قدس الأب الإرشمندريد حكمة حدادين الذي أنهى خدمته الكهنوتية فيها والتي امتدت طيلة 14 عاما قضاها بالعطاء والتفاني والمحبة حيث ترأس الأب حكمة قداس الشكر في كنيسة سيدة البشارة بحضور خادم الكنيسة الجديد الأب بشارة سليم حداد وجمع من المؤمنين وخلال القداس سلم الأب بشارة درع شكرا للأب حكمة تقديرا وعرفانا على المجهود الكهنوتي في خدمة الرعية وبعد القداس التقى الجميع في بيت الكاهن ليتشاركوا طعام المحبة